ماروك اخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله خبر صار بخصوص الدراجين المغربيين المختفيين وتدخل مخابرات بين المغرب والنيجر تكلل التنسيق الامن بين المصالح الاستخباراتي المغربية ونظيرتها النيجرية بالتوصل الى دراجين المغربيين اللدان اختفى منذ ابريل الماضي على الحدود بين بوركينافاسو والنيجر واصفر تعاون الامن بين الاجهزة الاستخباراتي المغربية والنيجرية عن اطلاق صراحة الدراجين المغربيين عبد الرحمن السرحاني وادريس فاتحي أمسين السبت 13 مايو والدان تم اختطافهما بداية شهر أبريل الماضي من طرف عناصر مسلحة بمنطقة صحراوية على مستوى الحدود بين بوركينفاسو والنيجر وعلم من مصدر أمني أن التنصيق الأمني بين السلطات الأمنية المغربية ونظيرتها النيجرية والذي دام أربعة أسابيع مكن من الاهتداء إلى مكان احتجاز الرهينتين وتحريرهما بأمان وضف المصدر ذاته أنه تم إخضاع المعنيين بالأمر للفحوصات الطبية اللازمة من أجل الإطمئنان على وضعهما الصحي ويوجد الدراجان المغربي عبد الرحمن السرحاني 65 عاما وهو أسادنا متقاعد لمادات التربية الإسلامية وإدريس فاتحي تاجر 37 سنة حاليا في نيامي بالنيجر وذلك في انتظار الشروع في ترحيلهما إلى المغرب ترجمة نانسي قنقر